السلام عليكم كيف الحال أتمنى تكونون بخير مثل ما طالبتم مني هذه الأسئلة لللغة العربية للامتحان نهائي للصف الأول المتوسط السؤال الأول علينه ثلاثون درجة اللي هو الإنشاء أولا إما عن العلم وثانيا اكتب عن حب الوطن نختار واحد منهم ونجاوب عليهم القواعد خمسة وثلاثون درجة سؤال الأول أجب عن خمس من ما يأتي أولا يبني الفعل الماضي على الضم إذا اتصرت به واو جماعة الجواب واو جماعة ثانيا نون النسوة ضمير متصل أشنو نصب له رفع نقول طبعا الجواب رفع ضمير رفع متصل هناك اسم إشارة للمكان معربي لمبني الجواب مبني رابعا النجاة في الصدق ما نوع الخبر الخبر هنا شبه جملة جار مجرور اللي هو في الصدق هذا هو الخبر خامسا تسمى التاء في الفعل شاهدته هنا هيتاء الفاعل لأن عليها ضمة شاهدته هيتاء ضمير متصل مبني في محر رفع فاعل سادي سنمن اسم موصوله يستخدم لي العاقل بينما ما يستخدم لي غير العاقل سؤال الثاني أعرف ما تحته خط أولا قال تعالى كان الله غفورا رحيما طبعا كان فعل ماضي ناقص يدخل على المبتدأ الخبر يفيد التوقيت في الزمن الماضي يدخل على المبتدأ الخبر يرفع المبتدأ اسما له وينصب الخبر خبرا له الله هي اسم كان غفورا خبر كان منصوب عن تنصبه الفتح الظاهر على آخره ثانيا قال تعالى يريد الله أن يخفف عنكم هنا أن مصدرية ناصبة يخفف فعل مضارع منصوب عن تنصبه الفتح الظاهر على آخره ثالث حازن المتسابق جائزة هنا المتسابق فعل مرفوع لم ترفعه ضم الظاهر على آخره جائزة مفعول به منصوب عن تصبيل فتح الظاهر على آخره هات الأفعال الخمسة من الفعل يقول يقول يقولون تقولون يقولان تقولان تقولين ثانيا أدخل كان أو إحدى أخواتها على الجملة الآتية واضبطها بالشكل المكان فسيح طبعا دخل كان ترفع الاسم وتنصب الخبر بصير كان المكان فسيحا ثالثا نحول الفعلين والأفعال آتية إلى فعل الأمر طبعا فعل الأمر نهايته إذا كانت علا نحذفها ونضع حركة جابه الحرف اللي حذفنانه عدنا رمى المضارع يرمي الأمر ارمي ميم تحت كسرة دنا يدنو الأمر اد نو نها ينها الأمر انها سؤال الثالث مثل لما يأتي بجمل مفيدة لثلاث طبعا هذه الجمل سهلة ابقى أنتم جاوبوها بعدين عدنا ما الفرق بين لا بجملتين لا يكذبوا المؤمن هنا لا نافية غير عاملة بعد فعل مضارع مرفوع ثانيا لا تقل هنا لا ناهية جازمة بعد فعل مضارع مجزوم بالسكون سؤال الأخير عدنا اللي املاء علينا 15 درجة طبعا مهم جدا املاء درسونه مليح والأجوبة هذه موجودة بكتاب القواعد أتمنى لكم التوفيق والنجاح إن شاء الله ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجراس اشتركوا في القناة